الرياضي لولاد الباهية بولاية وهران عن انطلاقته الرسمية في المجال الرياضي والتي ستكون البداية الأولية بكرة القدم داخل القاعة ورياضة الجيدو وسط أجواء رياضية خالصة وبحضور أكبر الأسماء في كرة القدم والجيدو معبرين في نفس الوقت عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المبادرة في تقرير ياسر حسين في أجواء رياضية خالصة أعلن نادي أولاد الباهية الرياضي انطلاقته الرسمية بأحدى المركز الرياضية بولاية وهران حيث سيجمع النادي بين رياضة كرة القدم داخل القاعة ورياضة الجيدو في بداية المشوار فكرة لكي أسنا هذا النادي جاءت من مجموعة من شباب جامعيين لكي أسوا هذا النادي الرياضي الهاوي لأولاد الباهية وكل الفرق مدينة وهران رأي في القلب والهدف التعنى من هذا التأسيس هذا النادي هي تطوير الرياضة بمدينة وهران الخبرة تاعي وصوالها على الإمكانيات بإذن الله نعطيها على الخوتي ونعدم بالعمل له إن شاء الله نقف في كل ميناسة إن شاء الله الانطلاق الرسمي لهذا النادي شهد حضور عدة شخصيات رياضية يتقدمهم نائب بطل العالم في رياضة الجيدو عد بركان واللاعب الدول السابق في كرة القدم داوت صفيان هي بادرة خير لهذا النادي أن كان مجموعة من الأنصار ليشهد في الأخير مجموعة من التكريمات لمن صنعوا أمجاد الرياضة الجزائرية مجموعة من التكريمات مجموعة من التكريمات مجموعة من التكريمات